السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما توجد محايد في اللغة الأسبانية؟ هل اللغة الأسبانية فيها محايد؟ يعني إيه أصلا كلمة محايد؟ محايد يعني حاجة ليست مذكرة ولا مؤنثة، المحايد ليس مذكر ولا مؤنث طيب الحاجة دي ممكن تكون إيه؟ ممكن تكون مثلا اسم؟ لا طبعا لا توجد أسماء محايدة في اللغة الأسبانية المحايد لا يمكن أن يكون اسم لأن احنا قلنا قبل كده أن الأسماء في اللغة الأسبانية حكتين لا إلا مذكر لا إلا مؤنث ولا يتوجد أسماء محايدة لكن ممكن نلاقي أسماء محايدة في اللغات الأخرى زي مثلا اللغة الألمانية عندهم أسماء محايدة لكن اللغة الأسبانية لا الأسماء فيها لا إلا مذكر لا إلا مؤنث طيب إيه في اللغة الأسبانية اللي ممكن يكون محايد؟ ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون الصفة الصفة ممكن تكون محايدة طيب ممكن تسأل سؤال وتقول إزاي الصفة هيكون محايدة وهي مقترنة بإسم لأن الصفة لو اقترنت بإسم بتتبع الإسم الموصوف سواء في التذكير أو التأنيث أو الإفراد أو الجمع وبتاخد نفس أداته لو هو مذكر هيبقى إل هتاخد الأداء إل لو هو مؤنث هتاخد الأداء لا لو هو جمع مذكر هتاخد الأداء لس لو جمع مؤنث هتاخد الأداء لس وبالتالي في الحالة دي مش هتكون محايدة وبالتالي الصفة إمتى هتكون محايدة لو جاءت غير مقترنة بإسم يبقى الصفة إمتى تكون محايدة لو جاءت غير مقترنة بإسم وبالتالي المحايد في اللغة الأسبانية عبارة عن صفات مفردة مذكرة غير مقترن بإسم يبقى المحايد في اللغة الأسبانية عبارة عن إيه صفات مفردة مذكرة غير مقترنة بإسم وأحياناً ممكن تكون ضمائر ملكية أحياناً المحيد ممكن يكون ضمائر ملكية وبتعمل كأسماء في الصورة دي بتعمل كأسماء وبتاخد أداة معرفة خاصة بها ألا وهي لو مثال هنا نجبت صفة مفردة مذكرة ألا وهي امبرتنت وكمان غير مقترنة بإسم عملت كإسم عملت هذه الصفة كأنها إسم وأخذت أداة معرفة خاصة بها ألا وهي أداة المعرفة لو لو امبرتنت اسمار معناه إيه الشيء المهم هو الحب الشيء المهم هو الحب مثال آخر لو مخور إسليكسيتو لو مخور إسليكسيتو أيضا صفة مفردة مذكرة غير مقترنة بإسم عملت كأنها كإسم وأخذت أداة معرفة خاصة بها ألا وهي لو معناها أفضل شيء هو النجاح أفضل شيء هو النجاح أي الأفضل هو النجاح مثال آخر لو ميو إس تويو لو ميو إس تويو يعني الذي لي أو الشيء الذي لي هو لك الشيء الذي لي أو ما هو لي لك فهنا جبنا ضمير ملكية ميو هنا جبنا ضمير ملكية ميو عمل كمحايد كإسم وأخذ أداة معرفة له مثال آخر يعني الشيء الجديد أنه يدرس مثال آخر يعني أحب الأشياء الفرنسية أو ما هو فرنسي مثال آخر يعني يعني مثال آخر لا أستطيع فصل جزءه عن جزء لا أستطيع فصل جزءه عن جزء وهنا استعملنا ضمائر ملكية كمحايد مثال آخر لا أستطيع فصل جزءه عن جزء يعني لا أنا لا أفهم الأشياء التي تفعلها أنا لا أفهم الأشياء التي تفعلها فهنا جبنا له أو المحايد مع جملة كي هنا جبنا له مع جملة كي مثال آخر معناها ليس لدي الكلمات التي تحدد مدى أو كيفية سعادتي ليس لدي الكلمات التي تحدد مدى أو كيفية سعادتي فهنا جات له بمعنى مدى أو كيفية في الأمثلة الثابقة جات له بمعنى شيء وجات له بمعنى أشياء وجات له بمعنى جزء وارتبطت له أو جات له مع جملة كي هنا جاءت له بمعنى مدى أو كيفية ليس لدي الكلمات التي تحدد مدى أو كيفية سعادتي مثال آخر يعني ليس لدي الكلمات لتحديد أو التي تحدد مدى أو كيفية أهمية التقاءنا أو اتحادنا فنلاحظ في الأمثلة الثابقة عندما يعمل المحايد كاسم عادة ما يشير إلى مفهوم أو فئة حاجة معنوية وطبعا قد تعني له شيء وقد تعني أشياء وقد تعني جزء وقد تعني كيف زي المثالين اللي فوق ويمكن استخدامها مع جملة كي ويمكن استخدامها مع جملة كي هناك ضمائر إشارة حيادية عندنا في ضمائر إشارة تتكلمنا قبل كده عن أدوات الإشارة وأن في منها صفات وفي منها ضمائر عندنا في ضمائر إشارة حيادية لا تتغير بالنسبة للرقم أو الجنس لا بيتغير مع المذكر ولا المؤنس ولا سواء مفرد أو جامع ويتم استخدامها للإشارة للأفكار المجردة أو إلى كائن غير معروف مثال يعني لا تنسى هذا فجاي هنا ضمائر إشارة إستو بمعنى هذا ضمائر إشارة حيادية مثال آخر يعني لا أصدق ذلك فجاي هنا إسو ضمائر إشارة حيادية مثال آخر يعني ما هذا أي ما هذا الذي هناك فجاي هنا أكيو إس ضمير إشارة حيادي عندنا بقى في حاجة تانية خالص اسمها إيو عندنا في حاجة جديدة اسمها إيو إيو يعني إيو ده الشكل الحيادي لإل وإيا عندنا إل يعني هو وإيا يعني هي مذكر ومؤنس عندنا إيو الشكل الحيادي اللي تندول لإل وإيا طبعا استخدامه بقى غير معتاد مش نلاقي قوي إلا في في الأدب إلا في الأدب الأسباني طبعا من المحتمل أن تجد أنه يستخدم كموضوع للجملة وعادة ما يتم ترجمته كا إنه أو هذا يبقى إيو ده الشكل الحيادي لإيو الآن استخدامه غير معتاد ألا فقط في الأدب الأسباني ومن المحتمل أن تجد أنه يستخدم كموضوع للجملة وعادة ما يتم ترجمته ممكن ترجمه كإي إنه أو هذا مثال يعني لقد تعلمنا أن نتعايش معه فقدت هنا إي إي مثال آخر يعني بسبب هذا لم يستطيع أن يجد النجاح الذي كان يريده بسبب هذا لم يستطيع أو لم يستطيع أن يجد النجاح الذي كان يريده فهنا جبنا إي بمعنى هذا لاحظوا أن في هذه الأمثلة إي تشير إلى موقف غير مسمى بدلا من شيء محدد حاجة غير محددة حاجة غير مسمى وإلى أولا نكونوا قد ننتهينا من رسالة هذا اليوم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته